موسيقى 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 أيضاً عليك. هذا لقاء. هذا لقاء معدشنا المنظمة كما سلطرناه وهيضاً. طبعاً يشرفني أن أنا أكون موجود معكم هنا ويشرفني أن أنا أكون في بلد الشاطئ المغرب. ويشرفني أن أنا أكون موجود في أول مهرجان سلمة في الناس. إن شاء الله حيبقى بشكل الأول حيبقى الأول وحيستمر وحيكبر وحيبقى يشرفنا زي باقي المهرجانات العربية. أنا تقريباً يتبادل شوية فبإذن الله أشهدان موسيحة تيجي في طريقة إياه وأستاذ عمر سعد. وهتشرف بيكم ونبديد نكلم مع بعض عن السلمة العربية. مش هقولي المغربية والمصرية أفتح عن السلمة العربية وإزاي ممكن نطور هذه الصناعة والمهرجانات هي عبارة عن مش مهرجانات. إن احنا نتعرف على بعض بس أو إن احنا نهدفل لبعض أو يبقى فرصة إن احنا نصيف ولا ناخد أجازة. المهرجان ده عشان السينما. السينما وكيف نحنا تعرف نوصل لمستوى كتير أو سبقونة وابتدوا بعدين. يعني لو تعرفتم طبعاً كلكم عارفين إن تقريباً في آخر القرن التسعتاشر لويلي ميار جاء عمل فيلم هنا في المغرب. يعني السينما داخلت المغرب في آخر القرن التسعتاشر. لما نفكر كانت إيه هوليوود ساعتها ولا بوليوود بعد كده ولا ولا ولا. يعني إحنا المهرجان دي عشان نوصل للمكانة رفيعة اللي إحنا نصح أقل. شكراً.